السلام عليكم أخواني وخالي حياكم الله معكم محمد العمصر في اللقاء الثاني عشر من لقاءات النور والوعي في هذا اللقاء حنتناول الداتوية هذا الجزء الثالث من الفلسفات الإدراكية والطبيع النهائية للواقعية خليني بس أبدأ هنا العرض الكامل للشاشة تماما طبعا حنبدأ بالذاتوية ما المقصود بالذاتوية من الأفكار الغريبة كنا تكلمنا عنها يوم عن تقدر المرة اللي فاتت والمذاب الشكوكي ووصلنا إلى فكرة بعض الأفكار الغريبة منها طبعا الثاتوية مرتبطة بفكرة اللي هو بسموها أو مشكلة العقول الأخرى هي والسيميوليشن هي من الأفكار تطلع من الشكوكية فلازم نتناول الحديث عن هذه الأمور طيب الثاتوية فكرة أن الشيء الوحيد الذي يمكنه الوصول إليه بشكل مباشر هو عقولنا وأفكارنا ووعينا كنا تكلمنا عن هذا أعتقد في المحاضرة السابقة الإشاء الوحيدة أنت متأكد أنه موجود هو أفكارك وعقلك وما ممكن تتأكد من وجود العقول الأخرى يعني إدراك العقول الأخرى هو غير ممكن فالذاتوية بتذهب خطوة أبعد من ذلك للزعم أنه لا يوجد شيء سوى عقلك أنت الكائن الوعي الوحيد الموجود في البداية حيكون هذا يعني فكرة مجنونة رس حتشوف أنه فيه أنه ليش بعض الناس بيوصل للأفكار هذه أو بعض الفلاسفات ممكن نقول أنه جثور الذاتوية بدأت مع ديكارت ومذهب الشكلة ديكارت إحنا قلنا أنه ديكارت شك بكل شيء موجود حوله حتى بحواس لأنه ذكرنا أن الحواس ممكن تخدعك الحواس كما في الأحلام فهو زعم أنه لا يمكن الاعتماد على الحواس في بناء المعرفة المطلقة حول الأشياء نعم هي معرفة مفيدة لكن ليست معرفة مطلقة يعني أنت ممكن أنك أنت نايم الآن في حلم وبتسمعني ببعطي هذه المحاضرة تمام؟ فوارد جدا أنك أنت تكون بتحلم وتكون يعني في بيئة أحلام وتعتقد أنت في العالم الحقيقي الذاتوية بتقول أنه يعني الذاتوية بتقول أنه العقل الوحيد الموجود هو عقلك فأنت بتتخيل هذا كله وتتخيل أنه كل هذه الأشياء موجودة مثل ما ذكرنا ديكارت هو أول من بدأ في الحديث في هذا الموضوع أو هو من فتح باب الشك لكن من المهم أذكر أنه الديكارت النوع الشك الديكارتي هذا مختلف عن الشك لمجرد الشك في ناس بتشك لمجرد أنها تشك في كل شيء تقدم لها إيدالية الشك عندها عملية مستمرة فيه شكل الوصول لليقين اللي هو استخدمه ديكارت فديكارت هو وصل لحقيقة إنه موجود يعني لأنه حتى لو بده يشك في وجوده لازم يكون في عقل بشك صح فالعبارة اللي هو كوغيتو أرغوصوم أجد أو أنا أفكر إذا أنا موجود أصل هذا الموضوع مش معناها أن أنا أفكر يعني أن أنا موجود أنه التفكير بيضيف قيمة للوجود لا هو الوجود نفسه إذا أنت قادر تفكر إذا عقلك على الأقل موجود هذا الشيء الوحيد اللي ديكارت كان متأكد منه إنه العقل هو الشيء الوحيد اللي موجود هو عقله يعني لكن ما بنقدر نزعم إنه ديكارت كان ذاتوي ذاتوي بالانجليزي اللي هي السليبسيزم لو بهمك تعرف فما كان ديكارت دفير السليبسيست يعني ما كان أول واحد بيعتقد بوجود أنه العقل هو الوحيد الموجود لأنه بصل من خلال يعني سلسلة طويلة من الاستنتاجات المنطقية إنه الله موجود لأنه فكرة الله ككائن لا محدود كامل المعرفة كامل الحكمة هذه الفكرة لازم يكون في قوة أكبر منها واستعار المبدأ هذا من نيوتن إنه فيه لازم قوة أكبر منها وضعت الفكرة هذه في رأسك فلازم يكون الله موجود واستنتج بإمان أنه الله حكيم وأنه الله منصف ولا يمكن أنه يخدع وكذا فمستحيل هذا النوع من الهلوسة الجمعية تكون تنطلع لكل البشر فاعتقد أنه العالم الحقيقي أو العالم الخارجي في اللي نسميه موجود بعدين اتكلمنا عن جون لوك في القرن السابع عشر اللي هو الفرق اللي هو الخصائص الأولية عن الثانوية قلنا أنه الخصائص الأولية اللي هي زي الشكل والامتداد والحجم والسرعة والعدد هذه أشياء موجودة في العالم الخارجي عقلك ما بيساهم فيها أو ممكن يغير فيها يعني ضربنا مثال اللي هي الرخام الأحمر اللي لما تطفئ الضوء لما تطفئ الضوء أنت ما بتشوف لونه لكن بتشوف الحدود الشكل العام إليه لما تخفئ الضوء يعني على جسم زي هذا فالشكل من الأشياء من الصفات الأساسية ما ربما ما تتغير إنما اللون صفات ثانوية يعني أنت ممكن تشوفه بلون معين تسلط عليه ضوء بلون آخر تشوفه بلون مثلا مختلف اللون والضوء والرائحة ما في ضوء ما في لون ما في رائحة في العالم الخارجي هذه الطريقة اللي بلون فيها جسمك الصورة يعني هو بيأخذوا الصورة زي أسودة بيض ما نسميها السنس داتا بيأخذها هيك يعني زي تكون صورة نيجيتف كده هو بلونها أقلك بلون الأشياء وبيديها الطعم والرائحة والتجربة الذاتية اللي احنا بنختبرها كبشر فهذه سمناها الخواصة الثانوية اللي عقلك بيضيفها للعالم الخارجي فإنه العقل نصف الواقع جاي من عالم الخارجي ونصف الواقع جاي من عالم الداخل هذا حسب وجهة نظر له وجدنا بعدين أعتقد في المحاضرة القبل هذه اتكلمنا عن بيركلي وقلنا أنه رفض العالم الخارجي كليا لأنه أثبت أنه الخواص الأساسية تنبثق من الخواص الداخلية عفوا الثانوية تنبثق من الأساسية عفوا الأولية الصفات الأولية تنبثق من الثانوية أو هي والثانوية بعتمدوا على العقل فوجد أنه العقل هو اللي يصنع كل العالم اللي أنت عايش فيه طبعا نحن نقترب هيك هذه أقرب خطوة اللي هو السليبسيزم الخطوة الأخيرة يعني أنت فقدت الأمل أنك تعرف أنه في عالم خارجي لأنه كل الخواص اللي هي الثانوية والأولية كلها من صنوع العقل لأنها تتغير مش ثابتة فوصل بيركلي أنه العالم الخارجي ليس موجود تكلمنا عن مثالية بيركلي أعتقد في المحاضرة السابقة فالذاتوية مبنية على يعني فرضية أنه إحنا الحالات العقلية هي حالات خاصة ما ممكن يطلع عليها أي شخص يعني أنت حالاتك الخاصة وأفكارك ومعتقداتك والبيع العقلية الداخلية عندك أنا ما ممكن أتنبأ فيها وما ممكن أعرفها فهي شيء خاص يعني حالات خاصة فيك نفس الشيء بالنسبة للآخرين أنت ما ممكن تدخل إلى أفكار وخواطر آخرين وعقولهم وتعرف ما فيها صح؟ فهي أشياء خاصة بهم فبما أنك مستحيل تقطع بوجود أي شيء خارج عقلك يعني أنت فقط متأكد من وجود عقلك ما يمكن أنك تكون قاطع بشكل أنه أي شخص آخر عنده أفكار أو خواطر هنا ممكن تعتقد وهذا مشكلة يسموها problem of other mind أو other mind problem أنه ما ممكن تعرف أنه فيه عقول أخرى غير عقلك هتقولها فكرة مجنونة طيب هذا من حس المبدأ نحس المبدأ أنه معنا وصول مباشر للعقول الأخرى فما ممكن نعرف أنه هي بشكل يعني حقيقي موجودة طبعا أول اعتراض على هذا الاشيء ممكن يجي عن طريقة عن طريق اللي هو السلوك يعني أنت تقول للناس كيف بتحركوا الناس كيف بتصرفوا كيف ممكن يكون ألات بيولوجية يعني ممكن قدامك بتصرفوا الطريقة أو ممكن عقلك بابن الصورة هذه طبعا أنت الحين بتنظر بسخافة للأمور هذه لكن ما في دليل منطقي أو عقلاني أنه أنه هذه مش الحالة الحقيقية فالسلوك أحلى بنعتبره بنسميه وصول غير مباشر يعني كيف الوصول غير مباشر يعني أنت بتشوف مثلا شخص بنجرح أصبعه مثلا بتألم وإنت لما ينجرح أصبعك بتألم فأنت بتعمل يعني 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 أنك أنت شو يقول عنه بالعربي يعني أنك تستدل استدلال يعني أنت تستدل لأنه أنا حالتي يعني لما يصير فيه كذا بتألم فغيري اللي هو إنسان آخر لما يحصل مع نفس الشيح يتألم صح؟ كده إحنا يعني هذا الاسنتاج المنطقي فنفس الشيء بالنسبة له حيوانات يعني أنت بتشوف حيوان لما تضربه يتألم يعني أنت ما تحس بالألم تبعا أنت ما دخل داخل العقل وشفت فكرة الألم أو عشت الألم اللي هو عاشه الحيوان هذا هو الوحيد اللي عاش الألم لكن أنت أحيانا تشعر بهذا الألم اللي فيه حتى من مشاهدته لها دورة كبيرة في الطعاطف اللي بتخليك تشعر بحاسيز غيرك لما تشوف بواحد كده متألم وجهك تمكشر في علم النفس عفوا علم العصب تشوفه كده مكشر وتشوفه كده متألم أنت نفسك تحس بالألم معه صح؟ أو تشوف واحد يقصو مثلا على الحيوان ويقلم الحيوان أنت تتألم مع هذا الألم هذا ناتج في تركيب الدماغ البشري أنه بيعكس الشكل الخارجي ده وبخليك تشت استشعر بعض الأحاسيس لكن أنت هذا هذا النوع من الاستشعر ليس هو نفسه الأحاسيس أنت ما عشت التجربة اللي عاش هذا الإنسان أو هذا الحيوان في الألم ما ممكن تعرف تماما كيف تألم صح؟ لكن هذا بسموه وصول غير مباشر طبعا الوصول الغير مباشر سهل تفنيده نعم سهل تفنيده ليش؟ ليش سهل تفنيده؟ لأنه ليس معرفة يقينية هنا قلنا أنه أنت بتشعر أو أنت بتعمل بسموه أو الاستدلال هو أفضل دليل أعتقد شو يقول عنه بالعربي؟ الاستدلال هو أفضل تفسير يعني أنت تستدل أنه هذا هذا منستخدمه كثير في الحياة لكن ليس معرفة يقينية ممكن يكون فيه إشي في الفلسفة اسمها الزنب الفلسفي إيش الزنب الفلسفي؟ مش تبع هوليوود هذا اللي بيجري بيوكل الأدمغة أو الأشياء هذه لا الزنب الفلسفي هو إنسان طبيعي تماماً زي زي بشكله من برا نفس الشيء ما في فرق لكن يفتقد إلى التجربة التاتية يعني إذا أنت ضربته مثلاً في خلايا في تركيبه العصبي أو دماغه بيخليه أنه هو أنه مربوط بطريقة معينة أنه لما تنضرب يدك مثلاً طلع أصوات معينة اللي هو الصراخ وخلي الدموع تطلع من عينيك إنه هذا بكاء وكذا ممكن أن يكون تبرمج بدون أي تجربة ذاتية يعني الروبوت بالعربي أقرب حاجة للزنب الفلسفي فأصرنا هذا اللي هي الروبوتات وهذا مهم في الذكاء الصناعي بصراحة يعني هذا الموضوع كثير شيء ومش مكاننا نتكلم فيه الذكاء الصناعي ممكن يكون زي هيك بالمناسبة فيه ناس يشوف الروبوت يتكلم فيه ناس يشوف الروبوت يبتسهم فيه ناس يشوف الروبوت يجاوب على بعض الأسئلة الكبيرة ويفكروا أنه هو واعي هذا ما له علاقة بالواعي أنت ممكن تقلد كل شيء يعني الروبوت يصير يتكلم إذا ضربته يتألم يعفوا يعني يصدر أصوات تدلع الألم يعني هذا الشبيه بما يذهب البيهيفياريزم السلوكية أنه قال لك السلوك هو كل ما هو موجود فقط لكن هذا غير صحيح لأنه ممكن الشخص مثلا يمثل أنهم يتألم في المسرحية مثلا يمثل أنه هو يبكي وأنه يتألم وينوح وكذا ولكم جبه ها هو طبيعي ما في شيء صح؟ فممكن أنه هذا يعني أمامك هذا ممكن يكون زومبي فلسفي يعني ليس حقيقة يعني هو لا يوجد تجربة أو عقل داخله هو زي الروبوت بتصرف أنه إذا حصل المدخل إيه طلال المدخل بقى فممكن نحن بعدين في المستقبل أعتقد أن هذا قادم أكيد يعني أنه ننتج روبوتات يعني تتصرف وتتتكلم وتعمل كل شيء البشر بيعملوه يعني حتى لو سألته عن مشاعر وأحساسه يعطيك كل إشي ويديك كل أجوبة لأنت تتوقعها ويتكلم في المواضيع الفلسفية العميقة ويقدر يقول لك أنا موجود وإذا سألته أنت موجود يقول لك أنا موجود لكن كبرمجة لكن ما في شاعر ما في تجربة ذاتية ما في وعي حقيقي داخله كتمثيل بس سام هارس أعتقد يتكلم عن هذا الموضوع وعالم العصاب إنه ممكن نوصل لهذه المرحلة إنه نحن نفوت مشكلة الوعي وننتج هذا النوع من الذكاء الخارق اللي هو قادر يوهمنا إنه هو وعي بدون ما يكون وعي هذا ما يسميه حتى في علم العصابي يقولوا إحنا ممكن نصور الدماغ وتفاعلات الدماغ لما يكون في ألم في منطقة في الدماغ مثلا مسؤولة عن الألم هذا كل ما يتألم الكائن بتتفاعل صح؟ لكن هذا ليس دليل لأنه التصوير والقياس ليس اللي هو يعني ليس العلم اليقيني أنت ما دخلت وشفت التجربة أو ما شفت الفكرة نفسها لداخل العقل تمام؟ هذا بسموها نيرو كوروليشنز يعني ارتباطات أو اقترانات عصبية إنه لما يتألم الإنسان هذا الجزء بتفاعل من الدماغ مش معناته إنه هذا الجزء بسبب يعني أنت لما تسرع بالسيارة المؤشر السرعة بتحرك لليمين كده بطير صح؟ بس مش معناه إنه السيارة بتصير بسرعة لأنه المؤشر بمشي بسرعة بطير صح؟ فالاقتران لا يعني السببية هذا خطأ كتير ناس بيقع فيه بيفكروا إن الاقترانات العصبية اللي في الدماغ عشان الدماغ بيكون نشيط لما أنت تكون مستيقظ معناه إنه هو سبب الوعي إن أنت مستيقظ واعي وتشعر وتفكر وتتخيل وتحس لأنه دماغك موجود وفي اقترانات عصبية فيه إنه بيصير بتفعل كده أو فيه مناطق مسؤولة عن كده هذا وهم ما فيه هذا ما فيه على إنه الدماغ مصدر للوعي أوكي طيب فيه حجة اللغة الخاصة فيتكيشتاين عمل يعني تجربة ذكية مش تجربة هي حاول يفهمنا إنه اللغة مستحيل تكون لغة خاصة ولازم تدول على وجود عقول أخرى طيب كيف تقول الكلام هذا حجته في اللغة الخاصة إنه اللغة عشان تفهم أوكي لازم يكون بين الأفراد مفردات مشتركة يعني إذا فيه نفترض فيه لغة جديدة ما أحد بيعرف فيها أنا الوحيدة اللي اخترعتها تمام ألفت لغة جديدة وأنا الوحيدة اللي بعرف رموزها لما أتكلم فيها ما أحد حايفها ما صح إذا ما فيه عقول أخرى تشترك معي في فهم دلالات هذه الرموز ومعانيها والمشاعر المرتبطة فيها والأفكار والخواطر المرتبطة بهذه الرموز ما ممكن أشارك اللغة مع أي حد صح لازم تكون هاد الرموز يعني الآخرين عندهم قدرة إنهم يقرنوا شيء داخلهم من أحاسيس ومشاعر وخواطر يربطوها في هاد الرموز عشان يقدروا يعبروا عن مشاعرهم وأحاسيسهم وهذا اللي احنا بنعمله يعني هتا لحين كلمة الألم يعني هادا رمز صح احنا بنقدر نشوفه في الآخرين يعني أنا ممكن لما يحصل معي الألم أقول إنه هادا ألم والآخرين بدرجة معقولة ممكن نختلف شوية لكن ما حد بيقول إنه الألم هو السعادة آآ أوكي فيه ناس بعتقدوا أن الألم هو السعادة بس آآ المسوشيين وهيك لهذا وضع خاص يعني أنا بتكلم عن الوضع العام الرموز اللغة بتكون محددة وبيتكون مشتركة لحد كبير بين أفراد النوع الواحد فإذا كانت تبقى اللغة خاصة آآ مستحيلة الشركة واحنا عندنا اللغة احنا بنعرف إنه اللغة بطبيعتها هي علنية ليست خاصة وهي موجودة بين كل الناس ووجود هذا دليل إنه فيه عقول أخرى لأنه إذا ما فيه عقول أخرى ما حيفهموا اللغة لأنا بتكلم فيها صح؟ وما حقدر أنا أستخدمها في التواصل فهذا أيضا مردود عليه لأنه خلينا تخيل مثلا أنت في حلم هذا الرد مش عجبني لكن هو موجود يعني في الفلسفة لكن هو مبني على على فهم خاطئ لتبية الأحلام لكن على عموم لأن الفلسفة ما ما بيحلموا كتير على العموم في الحلم أنت ممكن تتخيل أنت في مكان أوكي خيالي وتتقابل أشخاص في الأحلام وتتكلم معهم ويكلموك وهذا بيصير يعني على يعني هذا حصل معي كثير وأحيانا الحوارات حتى بتكون بتشعر أن هما كائنات واعية إلهم وجودهم الخاص أنا أعتقد ذكرت لكم بعض الأحلام كيف إن شخصيات الأحلام أنت ممكن تتكلم معهم وتقنعهم أنت داخل في حلم أنه أنت موجود في هذا الحلم وهم ما يعتقدوا أنه أو يقول لك لا أنا إحنا هذا مش حلم وأنت اللي بتتوهم عندهم إرادة خاصة فيهم يعني ما بتصرف وبتكلم وبالطريقة اللي أنت بدك إياها صح؟ بتشعر كأنهم إلهم استقلال خاص تمام؟ ففي محادثات معهم أوكي لكن أنت بتعرف أن هما ليسوا عقول واعية صح؟ أنت الشخصيات في الأحلام هي من بنات أفكارك صح؟ بيئة الحلم من بنات أفكارك فأنت بتعرف أن هما مش عقول واعية هما نفسك ولكن إذا فممكن ما ممكن تستخدم أن اللغة أو تستخدم اللغة الخاصة كأنها دليل على وجود اللي هو العقول الأخرى تمام؟ لأنه هذه العقول في الأحلام مثل ما قلنا هي من بنات عقلك وهو كل البيع في الأحلام عقلك الذاتوي السلبسست بيقول أنه هذا بنطبق كونا على العالم الخارجي ما في عالم خارجي أصلا وبقولك كله هذا من بنات عقلك ما في أي شيء برى عقلك طيب أوكي كيف إحنا الحين نواجه الموضوع هذا طيب إذا أنت كنت خلينا نتكلم الحين بطريقة عملية نلتف شوي حولنا الموضوع هو أسهل شيء أنك ترمي حجر يعني أعتقد بيركلي الصديقه راما حجر عليه لما قال أنه ما في شيء غير العقل يعني وتألم وقال له ليش أنت تتألم أصلا أنا مش موجود أنت أنا فكرة في عقلك يعني مفروض ما تلومني ولا طيب ماشي إذا كنت العقل الوحيد الموجود هذا يعني خلقت كل الواقع وكل شيء وكل شخص فيه ماشي وزي ما قلنا هذا في الأحلام بيحصل بيقولون هذا بيحصل في العالم الخارج بعد ما ترصح أوكي فهو بعتقد أنت في حالة حلم مستمر تابعونا على فكرة ممكن تسأل إيش الفرق بين مثلا الزاتوية ومثلا أو مشكلة الأقول الأخرى ومشكلة السيميوليش السيميوليش نفس الفكرة على الفكرة وفي العقل في مرتبان اللي هو هذي برضو مشكلة فلسفية يعني أنت ممكن عقلك بس يكون موجود زي ماتريكس يكون محبوس كده في مرتبان ومغذب بأحسيس خارجية وما يكون العالم الحقيقي موجود أوكي هذا وارد يعني وفي ناس بعتقدوا بالإشي هذا فالفرق بس إنه في السيميوليش نظريته سيميوليش هنكلام إن شاء الله عنها في المحاضر الجيل وأعتقد بس بالأول بس بالأول هي آخر درجة من الشكوكية إنك بتعتقد إنه حتى دماغك مش موجود يعني في السيميوليش أنت بتعتقد إن العالم كله يعني زي كأنك عاش في وحتى عقلك مختلف عن يعني حتى لا يعتبر هذا خطأ لفكرة أنا تكلام عنه في المحاضر الجيل في الم اللي كان يحصل النيو وهذا داخل مرتبان دماغه مش في العالم الحقيقي هذا ليس نظرية السيميوليش أوكي لأنه دماغه موجود ليس دماغه موجود لكن مربوط في الأعلى في عالم لكن النظرية نظرية الحقيقة اللي هو إنما نظرية الصحيحة إنه ما في أي شي زي الاس vie الاسوأ يعني طيب اوكي اذا عقلك موجود فقط فانت لو كنت العقل الوحيد الموجود وخلقت كل شيء نفترض فانت بتلتقد مثلا كتاب في ميكانيكا الكم يعني مثلا انا بجهل شيء عن موطن اوكي مثلا كتاب يعني انا بدي اقرأ اليوم كتاب مثلا كتاب هذا حلو بدي اقرأ هذا كتاب بدي اقرأ اليوم وانا ما بعرف حاجة عن الكتاب هذا وما قرأت ايش عنه كيف انا كتاب ضخم زي هذا يمكن الف صفحة فيه كيف كتاب زي هذا انا يعني بستوعب انه هاد المعرفة انا بقرأها انا ما بعرف عنه ايشي وانا خلقت المعرفة هذه طب كيف صارت هذه يعني مثلا كتاب في ميكانيكا الكم اوكي انت ما قرأته ولا بتعرف ايش عنه ولا عارف مؤلفه كيف هاد المعرفة موجودة وانت بتجهلها ولما تقرأها بتكتسبها ماشي الحال نفس الاشي مثلا الهندسة المعمرية بتشوف انت الاهرامات او مثلا اثار اول مرة تشوفها مثلا كيف يعني كيف عقلك خلق شيء انت ما شفته لسه ماشي مثلا سيمفونيات بتهوفن انا ما بعرف ايشي عن الموسيقى عندي امية كاملة في المجال هذا فكيف انا عزفت سيمفونيات بتهوفن لما اسمعها اول مرة وهكذا فمش منطقي الكلام يعني انت ممكن تقول ان هذا مشابه للاحلام الاحلام احيان بتفاجئك تظهر اشياء مفاجئة لكن انت ما ممكن تقوله انه هي خارج عقلك طبعا هذا خطأ برضو انا ما متفق فيه بس حاببينه لاحقا فانت يعني كتكون خالق للكوند كله تمام وهنا معضلة انه ليش ما تخلق نفسك في افضل شيء يعني ليش انت مختار حياتك البائسة اللي انت عيشها الحين هذه ليش ما تختار مثلا اعفوا انا ما بعمم يعني انا بحكي من ثالي اذا شخص مثلا بايش حياة بائسة ليش تعيش الحياة هذه ليش ما تعيش افضل حياة ممكنة ليش ما تكون كامل القوة وتعيش للابد وتعيش كل متعة الحياة تخلقها امامك ثرو الشهوات والسلطة وكل شيء اوكي فانت ممكن تفترض يعني انه انت مش اللي خلق الكون لكن انت مثلا الاله اللي خلق الكون حطك لحالك حط عقلك بس لحالك مع الكون كله فيش بيمنع الكلام هذا ما فيه انه تكون هذا خلق كون كامل انت العقل الوحيد الواعي وخلق الكون كامل انا بهمني يعني في امور زي هذه لانه نحن وصل لنتيجة السلبسزم غير قابل للتفنيد اوكي فيه كتير اشياء غير قابل للتفنيد تمام زي السميلة اوش مثلا غير قابل للتفنيد لكن كون الشيء غير قابل للتفنيد مش معناه انه صح اوكي يعني انت ما بيكون دليل عندك ضدك فيه اشياء في الفلسفة كتير زي هيك مش هادة بس فيه كتير اشياء في الفلسفة لا يمكنك تفندها لكن هذا من قدرتك على تفنيدها مش معناه اول شيء انه صح تاني اشي ممكن تكون هي يعني زي هذه السلبسزم نظرية نرجسية يعني يا انت الاله يا انت الاله خلقت لحالك واللي خلى العالم كله بس ففاقلك يعني ايش احتمال يكون هذا موجود اوكي زي ما بيقول هدول العرب الجاهلية ما بيقوله عن البعث هذا ضرب بعيد يعني اشي يعني مش انه هو احتمالية مستحيل ممكن بس بعيد يعني كأنه زي هيك تحس انه هو شيء انه اذا بده يكون موجود يعني فهم ايش احتمال يكون موجود صح فهي سخيفة الذاتوية والتفكير الذاتوي مع السميوليشن ومع القائمة هذه الشقوقية سخيفة اوكي لكنها غير قابلة للتفنيد هادا نقطة مهمة لازم يوصلها ولكن حلو انا اعتقد فيه لازم اتكلم عن هذا الموضوع يعني قبل ما نختم الافكار الفلسفية الشكوكية وحتى الافكار اللي زي السميوليشن وحتى الماتيرياليزم فيه سبب انه فيه بعض الاشياء او الافكار بتكون سخيفة لكنها غير قابلة للتفنيد معناته فيه جزء من الصحة فيها يعني نحن نتكلم مثلا الفلسفات الادراكية وصورة نهائية للواقعية نتكلمنا عن ميكنيكا الكام وصورة نهائية للواقعية لانه فيه من كل اشي من هذه الاشياء على سخافتها فيه اشي منه حقيقي لعدم قدرتنا على تفنيتها بشكل منطقي مئة في المئة معناته فيها ضرة صحة اوكي لكن لازم تعرفها ايش هي الجزئية الصح فيها واش تسعة تسعين الجزء اللي هو خطأ وتستخدمه عشان ايش يعني تبني صورة نهائية للواقع اوكي فان شاء الله في المحاضرات القادمة هنتكلم برضو عن بعض الافكار الغريبة زي السميوليشن والدماغ في مرتبان اذا حابين تدعم مشروع اسر سايبر ناتيكس هي صفحتنا في الباتريون هتلاقي محتوى الزيادة موجود مقالات اكثر في الموضوع بشكركم على حصن الاستماع وبشكر عليكم لمن حضر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته